تعال بقى ننتقل برضو الموضوع تاني وموضوع مهم جدا وبرضو هنتكلم بعد نجاح طبعا النادي الاهلي وكلمنا في ده تحديدا مبارح بالفوز بأكثر هنا من جائزة وتحديدا في جوائز أو توضيع جوائز الكاف جائزة أفضل طبعا النادي في العام وأفضل لاعب داخل القارة اللي حصل عليها بيرستا وكلمنا في كل التفاصيل مبارح وجائزة أفضل هدف لكهربا أمام طبعا الهلال اللي جي بقى الدور على استفتاء جديد وحفل جديد هو جوائز مهرجان الجلوب سوكر اللي هيقام في دبي بإذن الله وطبعا ده برضو من الاستفتاءات الكبيرة جدا الكريم وبيحضب أهمية واهتمام أكثر من رائع من جميع وسائل الإعلام بقى المحلية والعالمية عايز أقول له حضراتكم وسبق بالمناسبة برضو نادي الأهلي فاز فيها بأفضل نادي يعني برضو دي مش حاجة جديدة وقتها طبعا كابتن محمود الخطيب هو اللي تسلم الجايزة وكان في حضور كبير جدا من نجوم العالم يعني مش عايزة أنسى بس كان فيه كريستيانو رونالدو كان فيه ليفاندوفسكي كان فيه أسماء كبيرة جدا ووقتها دخل النادي الأهلي كمان ومارسل كولر ومحمد صلاح ضمن القايمة النهائية للحصول على جوائز جلوب سوكر عشرين تلاتة وعشرين إن شاء الله هتكون تحديدا يوم 19 يناير الجاي في دبي أتمنى أن احنا كمان يبالينا للحظ أن احنا نحضر ونكون متواجدين في لحظات التتويج اللي بيشرفنا بها ونتشرف بوجود النادي الأهلي ضمن القايمة كمان لما بيفوز بشكل كبير طبعا فبالتوفيق إن شاء الله للنادي الأهلي خلونا بقى نقول لحضراتكم القايمة النهائية للمرشحين في هذا الاستفتاء الكبير استفتاء جلوب ساكر طبعا النادي الأهلي بينافس على جائزة الأفضل في الشرق الأوسط والعالم بالنسبة للأندية المتنفسة مع النادي الأهلي على الأفضل في الشرق الأوسط معه الهلال والاتحاد والنصر من المملكة العربية السعودية وكمان معهم شباب الأهلي من الإمارات أما جائزة أفضل نادي في العالم فموجود فيها إلى جانب النادي الأهلي الكبار بقى الهلال والاتحاد من المملكة العربية السعودية العملاقة الإنجليزي أرسنل طبعا برشلونة الإسباني صاحب الشعبية الجارفة في العالم فلومنسيني بطل طبعا البرازيل انتر ميلا أحد أكبر أقطاب الدوري الإيطالي ووصيف دوري أبطال أوروبا وطبعا منشاستر سيتي في طبيعة الحال لازم يكون موجود أفضل نادي حاليا على مستوى العالم معهم كمان نابولي بطل الدوري الإيطالي في آخر نسخة وإجبيلية البطل التاريخي للدوري الأوروبي يعني منافسة على أعلى مستوى